ثلاثون شركة صينية من بينها شركات تكنولوجيا حيوية أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن ضمها إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصا بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور في مقاطعة شينجيانج الصينية العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف بصفة خاصة الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية ومعاهدها البحثية الأحد عشر التي تركز على استخدام التكنولوجيا الحيوية لدعم الجيش الصيني حيث ستمنع العقوبات الشركات الأمريكية من بيع مكونات لتلك الكيانات دون ترخيص وزارة التجارة الأمريكية قالت في بيان إن جمهورية الصين الشعبية تستخدم هذه التقنيات لمتابعة السيطرة على شعبها وقمع الأقليات العرقية والدينية ونقل البيان عن وزيرة التجارة جينا ريموندو أنه لا يمكن السماح بتحويل السلع والتقنيات والبرامج الأمريكية نحو استخدامات تتعارض مع الأمن القومي للولايات المتحدة في السياق وافقت محكمة النقد المغربية على تسليم معتقل لديها يدعي ديرسي إيشان ينتمي للإيغور المسلمين إلى السلطات الصينية وهو مطلوب في قضية إرهاب وبإشارة من الأنتربول الدولي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كشفت في 21 أكتوبر الماضي أن الأنتربول وافق على إصدار إشارة حمراء بناء على طلب السلطات الصينية ومن ثم استدركت ذلك لكن السلطات المغربية لم تقتنع بتراجع الأنتربول منظمة العفو الدولي اعتبرت أن إيشان يواجه خطرا جسيما بالتعارض للاعتقال التعسفي والتعذيب إذا نقل قسرا إلى الصين وقالت المنظمة الصيف الماضي أن الدافع وراء طلب تسليمه هو العمل الذي قام به في الماضي لصالح منظمات لليغور وبعد أشهر من التحقق خلصت مجموعة من المحامين وخبراء في حقوق الإنسان اجتمعوا في لندن الخميس الماضي إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في طريقة تعاملها مع الإيغور المسلمين